ومن نابلس ينضم إلينا الزميل خالد بدير مراسل الغد خالد تفاصيل لديك نعم التقارير الإسرائيلية وتحديدا تقرير المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن مركبة فلسطينية مسرعة تقدمت باتجاه دورية عسكرية إسرائيلية ببلدة حوارة وقامت بدهس أحد الجنود وأصابت وصفت بالجروح المتوسطة لاحقا نقل هذا الجندي إلى مستشفى بيلينسون الإسرائيلي فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية إطلاق نار على المركبة التي تمكنت من الفرار على الفور جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من إجراءاته الأمنية خلال الساعة الأولى من العملية أغلق الطريق العام ببلدة حوارة بين حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس لكن في هذه اللحظات أعاد فتح الطريق العام ببلدة حوارة مع إبقاء الإغلاق الشامل والعام للمحال التجارية ببلدة حوارة وتزديدات عسكرية في محيط بلدة بيتا وكذلك أيضا بورين جنوب مدينة نابلس وفق ما هو متداول فلسطينيا فإن المركبة التي نفذت العملية على ما يبدو أنها عثر عليها وسط مدينة نابلس في منطقة محيطة بالبلدة القديمة هذا يبقي أن العملية العسكرية وعمليات التمشيط القادمة لربما خلال ساعات الليل أو خلال الأيام المقبلة ستتركز في محيط البلدة القديمة جيش الاحتلال تحدث بشكل رسمي أن ما حدث هو عملية دهس وليس حادث سير وأن السائق المركبة لم ينصع لعملية إطلاق النار باتجاهه وتمكن من الفرار من المكان بالتأكيد خلال الساعة الماضية بلدة حوارة تشهد تشديدات عسكرية إسرائيلية كبيرة انتشار لعدد من الأهليات العسكرية قوات راجلة حواجز مكثفة وتحديدا في محيط مدينة نابلس الأبرز في حاجز المربعة وحاجز طبعا ما يعرف بجسر مادمة وكذلك أيضا مدخل بلدة بورين وحاجز حوارة هذه النقاط تشهد تشديدات عسكرية إسرائيلية كبيرة فيما المنطقة التي نقب بها حاجز دير شرف إلى الغرب من مدينة نابلس هناك تواجد لآليات عسكرية إسرائيلية لكن مع الإبقاء على مرور المركبات الفلسطينية سواء بالدخول والخروج من مدينة نابلس شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل خالد الدير مراسل الغد كنت معنا من نابلس شكرا جزيلا لك على مرور المركبات الفلسطينية شكرا جزيلا لك على مرور المهرب المركبات الفلسطينية